اشتركوا في القناة فليعد للحق صوت صاعد أعلى صعود يا رياح الحق يا رياح الحق هيا ألسل الحق أبي وادعي الآلام وادعي الآلام إنا لا نرى إلا بكية وأبيني عن عزائم تقطف المجد العصية وأنفض الأحزان عنا وأنثر الزهر الندي يا رياح الحق يا رياح الحق هيا وابعث الإيمان حيا شتتي كل الأفاعي زمجري مثل الأسود أرسل الطوفان نارا في مساحات الرعود وأقرأ الأنفال وأقرأ الأنفال واها وأمسحي دمع الخدود ليس بعد العز إلا مسكن بين الخلود إذا ما طمحت إلى غاية فكبت المنا ونسيت الحذر ومن لا يحب صعود الجبال يعيش بها تهر بين الحفر ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندكر كذلك قالت لي الكائنات وحتى ثاني روحها المستدر ودمدمت الربيح بين الفجاة وفوق الجبال وتحت الشجر فعجت بقلبي جمال الشباب وضجت بصدري رياح أخر يبارك في الناس أهل الطموح ومن يستني الضورك من خطر وأعلن في الكون أن الطموح لهيب الحياة وروح الفطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة هذا البرنامج الذي أتناول فيه شيء مما تعلمته من الحياة ومن التجارب ومن القراءة ومن الاحتكاك ومن سادة العلماء أن قل لكم بعض ما مر بي من فشل تعلمته منه الكثير ومن نجاح تعلمت منه القليل فالفشل يعلم أكثر من النجاح هذه المعاني أحببت أن أشارككم بها في علمتني الحياة وفي كل حلقة نأخذ موضوعا من المواضيع ونتبادل فيه إن شاء الله شيء من هذه الأفكار وحلقتنا اليوم حول التجديد هذا المصطلح الجميل مصطلح التجديد الذي بعض الناس جعلوا حياتهم كلها من أجله وبعض الناس يعتبروه خطر حتى على الدين كيف يجدد الدين أو تجدد مصطلحات هذا الدين أو تجدد أصول الفقه مثلا كيف تجدد هذا الدين ثابت بالنسبة لبعض الناس من خلال طرحنا سنحاول أن نميز الثابت والمتغير وماذا يجب أن نجدد في ديننا وماذا يجب أن يبقى ثابتا لا يمس وقبل أن أدخل في هذه المعاني الإسلامية أريد أن أوصل بناء على بحث علمي عميق قام به أخي الدكتور علي الحمادي ثم تابعت أنا في هذا البحث بعض المصطلحات التي تتكرر عندما نتكلم عن التجديد هناك مصطلحات دائما ترد في إطار هذا الموضوع يأتينا مصطلح الإبداع ومصطلح الإبتكار ومصطلح الإختراع ومصطلح التجديد هذه الأربع مصطلحات ما الفرق بينها بعض الناس لا يميز بين هذه المصطلحات فدعوني هنا أن أخذ دقائق أشرح علميا الفروق بين هذه المصطلحات وشرحت هذا في كتبي عن الإبداع لكني أشير إليه بسرعة هنا أولا تعريفي أنا الشخصي للإبداع بعدما طلعت على أكثر من 200 تعريف للإبداع قررت أني أتفلسف وأحط تعريفي الخاص بالإبداع الإبداع عندي هو عملية الإتيان بجديد وسنتكلم عن الإبداع في حلقة خاصة إن شاء الله لكن بسرعة فالإبداع عملية الإتيان بجديد فإذا كان قديما فليس بإبداع أما كلمة الإبتكار فهي من البكر الإبداع في الغالب في الغالب هو لله سبحانه وتعالى وحده لا أحد سواه والبشر عندما يبدعون الحقيقة لا يبدعون وإنما يطوروا أشياء يعرفوها سابقا في أذهانهم يعني الآن لو طلبت منكم قلت لكم تخيلوا حيوان جديد ليس له مثيل مخلوق جديد ليس له مثيل وبالغوا في الخيال وقلت لكم بعد ذلك صفوا لي هذا الحيوان ممكن تقول لي والله هذا رأسه رأس فيل وعنده سبعمائة جناح وعنده ذيل من ماء وعنده لكن أنت ماذا فعلت؟ كل الذي فعلته هو أنك أخذت أشياء معروفة مسبقا وأعد تركيبها فإذن العقل البشري عاجز عن أنه يأتي بجديد تماما وإنما الأشياء التي يعرفها سابقا يجمعها فيشكل منها بالدمج وذلك يقولون الإبداع هو دمج باختصار أنت تدمج أشياء تعرفها سابقا فتأتي منها بجديد أما الابتكار فهو من البكر والبكر هو الشيء الأول الذي لم يسبقه أحد ذلك الولد البكر وامرأة بكر فلم يسبق فإذن هذا هو الفرق الرئيسي علميا ولغويا نحن علميا وأيضا لغة لما رجعنا لها لا يوجد فرق دقيق بين الإبداع والابتكار فهما مترادفان وحتى في اللغة الإنجليزية على فكرة Creativity and Innovation ما تجد فرق بين الإبداع والابتكار واضح حتى في مصطلحاتهم إذن نحن لن نفرق بين الإبداع والابتكار أما الإبداع بمعنى أنه ليس له سابق ليس له مثيل فهو لله سبحانه وتعالى وحده وقد وصف نفسه سبحانه فقال بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض فسرها العلماء بتفسير جميل له علاقة بما نحن فيه فقالوا خلقها ليس على مثال سابق ليس لها شبيه ليس لها مثيل إذن عرفنا الإبداع وعرفنا الإبتكار ما هو الإختراع الإختراع هو إبداع شيء جديد لكنه في المجال العلمي أو التقني يعني ما تأتي أنت للوحة جميلة وتقول إبداع ما تقول عنها اختراع تقول هذا إبداع ما تقول اختراع لأن الاختراع إبداع واللوحة إبداع لكن تأتي لجهاز عجيب فتقول هذا اختراع إذن الاختراع إبداع لكنه علمي أو تقني فاحفظوا ذلك إذن بعد ما فهمنا هذه المسألة ما هو التجديد ما هو التجديد من اسمه التجديد هو اعادة استعمال القديم بطريقة جديدة فمن اسمه هذا هو ليس شيء جديد بذاته هو شيء مجدد يعني شيء اصلا موجود وواضح وثابت ومعروف لما اقول جددت البيت جددت السيارة فانا ساتي الى شيء اصلا موجود واصحح به هنا وعد العيوبة هنا واطور فيه هنا ويمكن اغير بعض التغييرات لكنه ما زال يبقى على اصله لكن حول تحسينات اذا اعادة استعمال القديم مع التحسين هذا هو التجديد حديثي ليس حديث دورة في الابداع والتجديد حديثي هو بارتباط هذه المعاني بالذات فيما يتعلق بالشريعة ما يتعلق بالدين ما يتعلق بالاسلام هل الاسلام قابل للتجديد ام الاسلام ثابت لا يتغير هذا هو خلاصة حديثنا اليوم فنحن لا نتكلم عن الابداع ولا عن البدعة اننا سنأتي بشيء جديد تماما وحديثنا هنا عن التجديد هل الدين قابل للتجديد خلاصة الرأي وبقية الحديث سينبني على هذا الرأي ان التجديد عملية مستمرة التجديد عملية مستمرة لا تتوقف والسبب ان شريعة الاسلام العظيمة ما جاءت شريعة جامدة مفصلة ثابتة واخذوها وطبقوها بدون تفكير كلا شريعتنا متجددة لانها نزلت علينا تتفاعل مع الحياة ولانها تتفاعل مع الحياة فمن الطبيعي ان يحدث فيها التجديد بالامس جاءني ايميل من واحد من الشباب من الجزائر وشباب الجزائر ما شاء الله من اكثر الشباب في الامة حماسا فهذا الشاب عمره 19 سنة ومتحمس حماس شديد جدا من رسالته ومنزعج انزعاج ايضا شديد جدا سبب انزعاجه يقول يا اخي انت الدعاة والعلماء والمصلحين مختلفين كل واحد رأيه كل واحد ضعنا بينكم لماذا لا تتفقوا جميعا على رأي واحد وطرح واحد قلت سبحان الله ارسلت لرسالة بهذه المعاني قلت اولا المهم هو الاخلاق بمعنى اننا لو اختلفنا ما يسيء احد الى الاخر وانا الحمد لله ملتزم بهذا الامر غير يا الله يغفر له قد لا يلتزم بعضهم لكن انا اتمنى الجميع يلتزم حتى لو اختلفنا ما فيه اشكال لكن بعد ذلك بعد ذلك ما الضرر ان نختلف ما المشكلة ان يكون لكل واحد رأيه لكل واحد طعم لكل واحد جماهير تحبه ولا تحب غيره طبيعي هذا شيء طبيعي في البشر بل بالعكس انت تخيل معي تخيل معي لو كل البلاد في الدنيا نفس الشيء تذهب للصين ولا تذهب لامريكا ولا تذهب لاستراليا ولا تذهب للهند ترى نفس الاشياء كم ستكون الحياة بايخة مملة غير ممتعة هو جمال الحياة بتنوعها باختلافها وكذلك جمال العلم وجمال العلماء هذا التنوع في الاساليب وفي الافكار وفي الاطروحات هذا جميل جميل طيب افترض ان صار بينهم اختلافات هنا يأتي التبحيص العلمي والرأي بهدوء لنصل للحقيقة طيب اذا لم يصلوا للحقيقة خير ان شاء الله ما دامت الاصول الرئيسية متفق عليها فما المشكلة ان نختلف على هذه التفاصيل فيأتي التجديد ليقول ما هي هذه الثوابت ثم ما هي هذه المتغيرات وهذه المتغيرات كيف نشكلها حسب الزمان وحسب المكان هذا حديثي معكم بعد الفاصل ان شاء الله اهلا بكم ومرحبا مرة اخرى مع علمتني الحياة والحديث اليوم حول التجديد عرفت التجديد بانه اعادة استعمال القديم مع تحسينه وقد يشكل هذا الامر على بعض الناس انه بقضية تجديد الدين او تجديد الاسلام هل يمكن اعادة تشكيل الاسلام مع تحسينه طبعا ولابد بل ان الواقع اليوم يدفعنا دفعا نحو التجديد ولذلك دعوني ابدأ بالحديث عن اسباب التجديد لماذا نحتاج هذا التجديد هناك اسباب تدعونا للتجديد اولها ان هناك غياب للمنهج الاسلامي عن الواقع العالمي اليوم الاسلام غائب في فترات عزنا ومجدنا كان الاسلام هو الاصل في الدنيا كانت دولة الاسلام هي الحضارة الغالبة اليوم نحن لسنا كذلك ولا نستطيع ان نأخذ النصوص التي كانت في القرن الثالث والرابع والخامس وان نطرحها للناس يقول طبقوها ما تصلح تحتاج اعادة تحتاج اعادة صياغة واعادة تشكيل بما يتناسب مع هذا الزمان خذوا انا ادرس مثلا قضية القيادة انا لا استطيع ان ااخذ السيرة واطرحها للغرب وقول ها تعلموا القيادة منها انا لازم استخرج من السيرة موضوع القيادة ثم ارتبه بالطرق العلمية التي تتناسب مع العالم اليوم والنظريات اطرحها على شكل نظرية جديدة علمية لها اسس ولها طرق ولها مصطلحات حديثة ما استطيع استعمل القديم كما هو لا يمكن وهناك سبب اخر ان التراجع الحضاري لدولة الاسلام ولدولة الاسلام كلها للأسف ادى بنا الى الجمود والتقليد والتخلف والانحطاط سامحوني في كل مجالات الحياة في كل شيء عندنا مشكلة كبيرة جدا نحن كنا سادة الدنيا في الطب هل نستطيع ان ناخذ الطب اعن نعلم البشر نحن كنا سادة الدنيا في كل مجالات الحياة في العسكرية في غيرها هذا الذي كنا فيه هو نتاج عقول وجهود تناسبت مع ذلك العصر هي لا تناسب عصرنا الى اليوم فنحتاج ان نطرحها بطريقة جديدة مع الحفاظ على الثوابت بدون هزل الثوابت وهنا تأتي المسألة مسألة اخرى هنا مهمة جدا هناك تراكمات هائلة من الافكار والمفاهيم الدخيلة على المنهج الرباني جاءتنا هذه التراكمات على مدى الزمان هذه التراكمات جاءت من اين جاءت اولا من احتكاكنا بالحضارات الاخرى يعني العفو لما احتكينا نحن بالفرس والرومة هؤلاء الدول كانت لها حضارات بل كانت هي الحضارة المتقدمة في البشرية هي الاولى في البشرية في ذلك الوقت ثم بعدين احتكينا بالصين وغيرها نحن ما تأثرنا بهم اطلاقا كيف وايضا هناك تأثرات جاءت بالعادات والتقاليد التي لكل مجتمع بعض هذه العادات والتقاليد ليس له اي علاقة بالاسلام والناس احيانا من حيث يشعرون ومن حيث احيانا كثيرا من حيث لا يشعرون يدخلوا مثل هذه المسائل في الدين فتصبح يصبح ديننا ليس صافيا تماما وانما في هذه التأثيرات في هذه التأثيرات مثل هذه الامور خطيرة جدا اننا نقول هذا هو الدين هذا هو الاسلام كلا الاسلام عندي هو قال الله تعالى وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم اما اي شيء سوى ذلك فهو جهد بشر وبالتالي قابل ان اقبل وقابل ان ارفضه طبعا عندما اقبل وعندما ارفضه لا بد ان لي اسس سأتكلم عن هذه الاسس لا اقبل والله بعض الشباب اليوم يتجرأ يقول هم رجال ونحن رجال لا هم رجال وبعض الناس اليوم ليسوا رجال اشباه رجال للأسف هم رجال بحثوا وجدوا في طلب العلم حتى وصلوا الى هذا الرجال يحسنوا اللغة ويحسنوا العلم تقارن نفسك بهم كيف انا ما ادعي هذا لنفسي كلا لكن في نفس الوقت انا متأكد متأكد ان الكل متفق على ان ديننا دخلت فيه شوائب وانظروا في قضايا الفرق انظروا في قضايا الطوائف انظروا في قضايا حتى العادات الاجتماعية التي دخلت في الفقه الاسلامي واثرت على القوانين الاحوال الشخصية وغيرها هذا في الزمن الماضي اما اليوم اضيف الى هذه السلبيات السلبيات للعولمة هناك سلبيات للعولمة في الشعوب المسلمة العولمة بدأت كفكرة اقتصادية ان نفتح الحواجز ونلغي الجمارك ونفتح باب التنافس لكنها ما بقيت عند الجانب الاقتصادي العولمة دخل فيها الجانب الثقافي ودخلت فيها الاغاني والعادات والملابس وبالذات بالذات الجانب الامريكي العولمة امريكية اليوم ليست غربية حتى يعني حتى فرنسا وبريطانيا تأثرت بالتجربة الامريكية حتى اليابان صارت تقلد الاغاني الامريكية والملابس الامريكية والطعام الامريكي العولمة بدأت تتجه في هذا الاتجاه ونحن نواجه هذه العولمة نحن شبابنا اليوم متأثرين بهذه العولمة حتى في طعامنا وفي ملابسنا وكلنا تأثرنا بهذه العولمة الآن هذا التفاعل الذي جرى هذا كله ليس له تأثير علينا ليس له تأثير على ديننا سنطرح ديننا كما هو الطرح في القرون الأول والثاني سنطرح للناس لا بد من تجديد لا بد من تجديد لكن المشكلة التي حدثت أيضا أن رغم أن فكرة التجديد كانت ممتازة وكانت مطبقة على فكرة يعني في القرون الأولى ما كان عندهم مشكلة أن يجددوا ويضيفوا ويعدلوا ويختلفوا ما عندهم مشكلة لكن مع الأيام ما الذي جرى أن حدث تشويه لمفهوم التجديد حدث تشويه لهذا المفهوم بظهور اتجاهات فكرية مناقضة للإسلام على مدى الزمان يعني دخلت علينا أفكار من المجوس وأفكار من الروم ومن غيرهم دخلت علينا طبعا تصدى لها علماء المسلمين تصدوا لها لكن أحيانا بالغوا في التصدي إلى درجة أنهم استعملوا بعض الكلمات التي يجب أن لا تستعمل في حق الله تعالى أو في فهم الدين نحن نحتاج أن ننظر في كل هذا التراث واستجد أيضا أمر أنه بعض الدعوات اليوم تدعو نحو التجديد أنا الحقيقة استتبعت هذه المسألة حاولت أفهمها أكثر يعني أستاذي الدكتور حسن الترابي وهو لا شك من العقول النادرة الحقيقة في العالم الإسلامي كله طرح فكرة هي فكرة تجديد أصول الفقه طبعا أصول الفقه الإسلامي التي استعملتها المذاهب وأنا سامعون درست هذه المسألة فأنا لا أتكلم من فراغ بحثت في الأصول ودرست الأصول وألفت في المذاهب الأربعة وأصول المذاهب الأربعة فدعوني أقول رأيي بسرعة في هذه المسألة هذا مما علمتني الحياة صبروا عليه الأستاذ الدكتور حسن الترابي لما طرح تجديد أصول الفقه ثارت الدنيا لا ممكن الفقه يتجدد لكن الأصول لا تتجدد لحظة يعني خلونا نفكر في هذه المسألة أولا أصول الفقه مستويات هناك أصول لا اختلاف عليها الكل مجمع عليها القرآن والسنة لا اختلاف عليها ولا يمكن أن نختلف عليها وهناك أصول تم الاختلاف عليها يعني خذوا مثلا سد الدرايع أو الاستحسان أو الاستصحاب أو المصلحة المرسلة هذه ليس عليها اتفاق ليس عليها إجماع بعض العلماء وافقوا عليها بعض العلماء رفضوها فلما يأتيني مفتي أو عالم أو طالب علم فيحرم أمر من الأمور بسد الذرائع هنا أنا شخصيا أنا أرفض سد الذرائع هذا كله لا أؤمن به ولست بدعا من القوم معظم المذاهب لا تقبل سد الذرائع طبعا مصطلح سد الذرائع باختصار أنه إذا كان شيء يؤدي إلى محتمل يؤدي إلى الحرام خلونا نحرم هذا الشيء فإذا المرأة مثلا خرجت بطريقة معينة في الشارع وقد يؤدي هذا إلى أن يتحرش بها أحد إذا ممنوع تخرج مثلا سد الذرائع قد يكون بهذا المثل السادج وقد يكون بشيء صح فبعض العلماء ثبتوه وحرموا وحللوا بناء عليه أو حرموا أكثر مما حللوا الحقيقة وبعض العلماء قالوا لا 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 سد ذرائع هذا باب لتحريم ما أحلى الله بدون دليل إلا يعني هوى النفس أو قناعات اجتماعية فخلونا نسكر هذا الواب ورفضوا سد ذرائع إذن باختصار باختصار إحنا هنا نتكلم عن مبدأ نتكلم عن فلسفة وهو أن هل يمكن إعادة النظر في الأصول الجواب نعم بالتأكيد لماذا تثور الدنيا على الدكتور حسن الترابي عندما يقول هذا لكن كان مفروض ما يكون النقاش أن لا ممنوع نجدد الأصول أنا بالنسبة لهذا أمر مرفوض كيف تمنع إنسان من تفكير كيف تمنع إنسان من إعادة النظر في أصول دينة بحيث يفهمها صح ويطرد منها ويصفيها من الخلل الذي أصابها كيف نمنعه لكن كان المفروض النقاش يكون الباب مفتوح أهلا وسهلا دعنا الآن نناقش القضايا التفصيلية لو كان هذا هو النقاش أنا أعتقد ستجدوا أن معظم الأمور ليس عليها خلاف فهذا أمر وأمر مهم جدا أنه يعني أنا في فهمي من الخطأ أن الأمة ترفض التجديد ومن الخطأ أن نقول لأمور مختلف عليها هذه ثوابت لا تمس كيف أنا أفهم أن القرآن والسنة هذه المرجع لا يمس نعم لكن الأمور الأخرى التي أصلا أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك رحمه الله اختلفوا عليها هم أصلا لماذا نمنع الناس من أن ينتقدوها ويرفضوها ويعيدوا النظر فيها فهذه من الأمور التي أرى أن يجب أن نفتح الباب ونناقش النقاش التفصيلي النقاش التفصيلي الآن الباب مفتوح أنا من الأخطاء الشنيعة التي جرت في تاريخنا في عهود الانحطاط أربعمائة سنة أصابتنا من الانحطاط من بعد توقفنا بعد أنا رأيتها بالضبط عند سنة ألف هجرية تقريبا 998 هجرية عند فشل حصار بينا من بعدها بدأنا بالانحطاط أربعمائة سنة من الانحطاط خلالها ماذا حدث دعونا من المشكلة السياسية وغيرها نتكلم الآن علم شرعي الذي حدث في خلالها أن ارتفعت بعض الأصوات في قرون التخلف ارتفعت بعض الأصوات تقول لنغلق باب الاجتهاد لن نستطيع أن نأتي بأفضل مما أتى به السابقون من يقول هذا الدين متجدد والحياة متجددة وما ناسب عصر معين قد لا يناسبنا والفتاوى التي في زمان قد لا تناسب في زماننا لكن نحتاج أن نضبط هذه المسألة نضبطها بحيث ما تكون يعني باب لإفساد الدين وتميع الدين لكن أن نغلق باب الاجتهاد معناها إغلاق باب العقول إغلاق التجديد إغلاق للعقول ونحن نحتاج أن نكون مرنين في عقولنا لكن ضمن ضوابط أتحدث عن هذه الضوابط بعد الفاصل إن شاء الله أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى ما علمتني الحياة وحديثنا عن التجديد وبالذات فيما يتعلق بقضايا الدين وذكرت قبل الفاصل أن هذا الدين من طبيعته أنه يقبل الجديد من طبيعته أنه يتفاعل مع الحياة هو ليس نصوص ثابتة وتأخذ كما هي وتطبق كما هي بدون أي جهد بشري شو أنا بقول معنى هنا مهم الله سبحانه وتعالى جل قدره ما كان يعجزه أن ينزل الدين بنصوص واضحة ثابتة بينة لا اختلاف عليها ويلغي كل اختلاف بين العلماء ولا لا طبعا الله سبحانه وتعالى كان قادر على هذا لكنه سبحانه اختار أن ينزل النصوص لتعمل بها عقول البشر لماذا تخيلوا تخيلوا لو نزلت النصوص لا مجال لأي تفسير قاطع تماما ما في أي اختلاف عليها هل يعود هناك حاجة للعلماء هل يبقى أي حاجة للعلماء الله سبحانه وتعالى اختار أن يكون هذا الدين بهذه الطريقة وبهذا التفاعل فالمجدد هو قائد الحقيقة يقود الأمة لأنه يمتلك رؤية تجديدية متأثرة بواقع حياة الحركية والتفاعلية هو يفهم الدين ويطبق على الواقع وإذا تغير الواقع عدل فتاواه وعدل أحكامه بما يتناسب مع هذا الواقع النموذج العظيم في هذا كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما انتقل من العراق إلى مصر فغير فتاواه في نفس الزمان وهو من القرون الأولى ومع ذلك غير الدين هو الدين الذي يتفاعل مع الحياة وليس الدين جامد والحياة تنطبق عليه هناك ظوابط لهذا القائد المجدد و لعملية التجديد من هذه الظوابط أننا نعرف و نحدد الثوابط و نحييها في الأمة و نميزها عن المتغيرات أنا هنا أريد أن أشير إلى بعض الأمور الثابتة قضايا العقيدة ليست من قضايا التجديد يعني ما يمكن يأتيني واحد يقول والله أنا أريد أن أغير في صفات الله من باب التجديد هذه عقيدة ما والله أريد أن أغير يعني قضية الملائكة العقيدة كلها غيب و هو أمر ثابت لا يتغير فالعقيدة من الثوابط نأتي لقضية العبادة العبادة طبعا العبادة بمفهومها الشامل هذا أمر آخر لكن نتكلم عن الشعائر أتكلم عن الصلاة أتكلم عن الحج هذه ما فيها مجال تجديد يعني والله واحد يقول والله أنا من باب التجديد في الحج أسعى قبل أن أطوف يعني ما أنت في قضية رئيسية خذ مثال أبسط من هذا واحد والله قال من باب الإبداع والتجديد و زيادة الخير أنا قررت أصلي المغرب أربع ركعت سهنا أنا سأصلي زيادة سأسبح زيادة وأركع زيادة وأسجد زيادة أنت ليس تعلان؟ أنا هل فعلت شر؟ سؤال هل صلاته تقبل؟ لا ليش؟ لسبب رئيسي في قضايا العبادة نحن نعبد الله تعالى كما يريد لا كما نريد هذا احفظوا هذا المفهوم يا شباب نحن نعبد الله تعالى كما يريد هو هو قال اعبدوني بهذه الطريقة فلو اجتهد الإنسان وغير صار هو الإله أنا قررت أعبد الله بهذه الطريقة وحدة تأتيني تقول لي والله أنا صحيح ما أصلي لكن قلبي أبيض يا أوكي قلبك أبيض الله يبارك لك و لك أجر على هذا يعني لكن في نفس الوقت ما تصلي أنت ما تقرر هذا أنت إذا مؤمن بالله تعبد الله تعالى كما يريد هو لا كما نريد نحن فإذا في الشعائر لا يجوز التجديد لا يجوز التجديد طبعا في فهم النصوص ومدى تطبيقها ولا مسح الرأس يكون كاملة ولا جزء لكن في شيء يسمى مسح رأس لازم نعمله يبقى فهم النص ودليل هذا التفاصيل لكن الأصول هذه يجب أن تكون ثابتة إذن معظم التجديد الذي سنتكلم عنه هو في التجديد المتعلق بجانب المعاملات تعامل البشر مع بعضهم الأحوال الشخصية قضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والبيع والشراء فيه منها أشياء ثابتة ومنها أشياء متغيرة ما هو الثابت في هذه الأمور؟ الثابت في هذه الأمور هو المرتبط بالنص مرتبط بالنص إذا جعني نص وهنا يأتي الجزء الثاني من ضوابط التجديد أن نضبط آلية الاستدلال بالنص الشرعي يجب أن نضبط يعني ما يجوز واحد يقول والله أنا مرة كنت في حلقاتي في الوسطية أناقش واحد من الأخوة اللي عندهم رأيي وقل له في حديث في البخاري يقول أنا البخاري كل ما أعترف فيه طيب أنت ما تعترف فيه ماذا تريد أن تعترف أنت تختار على كيفك فإذا جاء أنا اللي أفهمه إذا جاءني نص صحيح صريح أنا في النهاية وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لكن المهم هنا أن نربط النص ليس بالعادات والتقاليد ومفاهيم البشر وإنما نربط النص بالعقل واللغة حفظوها هذه المسألة نربط النص بالعقل واللغة يعني لما أقول لك هذا قلم أنت تقول لي هذه ساعة كيف نتناقش لازم نتفق على المصطلح فلما نقول حرام ما معنى الحرام لما نقول ضرورة جاءتني واحدة قبل أسبوع قلت والله أنا وأهلي وزوجي وكذا قررنا نشتري بيت بالربة لأن ضرورة قلت لها الضرورة مصطلح شرعي مصطلح محدد مبني على العقل واللغة إذا فقد الإنسان جسمه أو جزء من جسمه أو هدد في عرضه أي عندها تكون ضرورة لكن ما عندكم تهديد أنتم ما يجوز لكم هذه المسألة إذن نربطها نربطها باللغة ونربطها بالمنطق بالعقل فما يمكن أننا نستعمل النص بدون لغة وبدون عقل طبعا موضوع كبير لكن أنا أشير إشارات رئيسية الأمر الثالث وقد أشرت إليه في حلقة الأخلاق قضية إحياء القيم الأخلاقية الإيجابية ما نبني الأحكام الشرعية خالية من الأخلاق زواج مبني على غش وخداع لأنه فقهيا انضبطت عليه الشروط نقول حلال التجديد هنا والفهم هنا أن خذوا مثال آخر الزواج العرفي يا شباب ما هو الزواج العرفي الزواج العرفي أن وحدة الزواج واحد وفي شهود وفي ولي وفي مهر وخلصنا لكن لا يوثق هذا الزواج لا يكتب هذا الزواج كيف ستحفظ حقوقها وكيف ستحفظ حقوق أولادها أنا أرى من التجديد أنه يضاف لشروط الزواج توثيق الزواج كتابة الزواج وتوثيقه في الجهات الرسمية حتى تحفظ الحقوق لأن هذا هدف من أهداف الشهود ليش شهود؟ ليش أصلا الشرع أوجد شهود؟ من أجل حفظ الحقوق فإذا كانت الحقوق ستضيع بالشهود فنضيف شرط إذن هذا معنى من المعاني أيضا من معاني التجديد أنه تبني منهج الإصلاح الشامل في كل مناحي الحياة يسأل هدف هو إصلاح فقط قضايا الزواج ولا كذا؟ لا أنا عندي من القضايا الخطيرة جدا اللي يجب الآن أن تصحح ولم يكن فيها جهد كبير في الماضي الآن محتاجين جهد أكبر استعمال المال العام واستغلال من قبل المتسلطين والمتنفذين يسرقوا بالملايين لا تقطع عيديهم واحد يسلق خمس دولارات تقطع عيده ليش؟ فإذن نعيد النظر كيف نقطع عيدي هؤلاء الكبار فيضيف هذا يصبح لها يصبح لها هذا جزء من التجديد فالإصلاح الشامل خلاصة أمر التجديد هو تبني مشروع حضاري يحافظ على هوية الأمة يحافظ على ثوابتها من العقيدة والشريعة لكنه يفتح باب التفاعل مع الحياة هذا التجديد تكلم عنه العلماء في ما ذكره الحديث الشهير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد دينها حديث يرويه أبو داود وغيره هذا المجدد النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه إذن الحديث يشير إلى هذه المسألة أن من يجدد هذا الدين يبعث هذا الدين ماذا يعني يبعث هذا الدين سنفهمه لما نتكلم عن رواد التجديد والذين تم الاتفاق عليهم في التجديد فبعض العلماء اليوم يطرح طرح جديد الحقيقة وجدير بالنظر يقولون قد يكون المجدد هذا فردا وقد يكون جماعة أو مؤسسة أو مجمع فقه قد يكون هذا ليس بالضرورة أن نفكر أنه فقط فرد طبعا الحديث قد يشير أكثر إلى الفردية في هذه المسألة لكن ليس بالضرورة هذا حتى أن ابن كثير رحمه الله تعالى يعرفهم بأنهم ما يقول هم فرد يقول المجدد هم حملة العلم في كل عصر حملة العلم في كل عصر طبعا في بعض الناس حاملين الراية ضد التجديد وبسبب أن عندهم شبهة فالشبهة عندهم أن إذا فتحنا هذا الباب بهذه الطريقة فالتجديد وسيلة لاختراق الإسلام وهدم ثوابت الإسلام أنا أقول لكم شيء هذا صحيح كلامهم صحيح بإسم التجديد قد يخترق الإسلام وتهدم الثوابت يأتينا بعض الناس اليوم بإسم التجديد فيقول الحجاب المرأة ما هو واجب أو حجاب المرأة هذا عادة آشورية أو حجاب المرأة فقط تقديرة الصدر أنا ما أفهم هذا في عندي نصوص واضحة صريحة في هذه المسألة فهنا تهدم الثوابت لكن إذا انضبطنا بالضوابط التي ذكرناها ومن هذه الضوابط أن إذا جاءنا نص صحيح وصريح ما نلعب ما نلعب قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم ما نلعب ونضعها على رأسنا بناء على هذا دعونا نتأمل في الشخصيات في الشخصيات التي سميت المجددة أنا أشير إشارات سريعة إليها تفق العلماء على أن مجدد القرن الأول كان عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ماذا جدد عمره هل أتى بفقه جديد هل أتى بمنهج إسلامي جديد هل غير شريعة لا ماذا فعل عمر بن عبد العزيز رجع السياسة إلى الضوابط الشرعية صارت السياسة صار الملوك والحكام يلعبوا بالأموال العامة ويستغلوها وبدأ شيء من الترف يظهر فرجعهم إلى الصح فالتجديد هنا أعاد الأمة إلى الوضع الصحيح التي كانت عليه مجدد بعد ذلك الذي اتفق عليه العلماء هو الإمام الشافعي الإمام الشافعي ماذا فعل الإمام الشافعي الإمام الشافعي أصل أصول الفقه هو أول من كتب في قضية أصول الفقه فبنى الفقه على أصول ورجع الأحكام الجزئية إلى القضايا الأساسية هذا أهم ما فعله الشافعي طبعا إنجازات الشافعي عظيمة جدا لكن هذا من أهم ما فعله لم يفعل شيء جديد بمعنى أنه غير في الدين وإنما فعل شيء جديد لم يكن قبل الشافعي علم اسم أصول الفقه فجاء بعلم جديد وبني الفقه اللي عليه إذن خلونا نفهم ما هو التجديد المجدد الثالث هو نور الدين محمود زنكي رحمه الله تعالى ماذا فعل نور الدين زنكي في الزمن اللي كانت الصليبيين مسيطرين على الأمة والخلافة العباسية يعني في خور وضعف وترف ولعب ومجون جاء نور الدين زنكي تبعا لعماد الدين زنكي وحمل راية الجهاد وبدأ في عملية تحرير فلسطين التجديد هذا أحيا الأمة في روح الجهاد أحيا روح الجهاد في الأمة أنا أعتبر من المجددين في القرن العشرين الإمام حسن البنى رحمة الله عليه الإمام حسن البنى عمل شيء عجيب جدا الأمة لفترة طويلة من الخور أربعمائة سنة صارت بعض المفاهيم مختلة عندها فصار ما فيه سياسة في الدين والإسلام صار في المسجد هو لم يفعل شيء جديد بمعنى أنه غير الدين وإنما رجع الناس إلى المفهوم الشامل وذلك المفهوم الأول الذي طرحه الإسلام نظام شامل يشمل كل مظاهر الحياة هذا الكلمة اللي الآن عادية بين الناس لما جاء البنى ما كانت عادية الإسلام كانت مساجد ومواسم فغيرها إذن إذا فهمنا هؤلاء الأربعة سنفهم ما هو التجديد التجديد هو إحياء القديم بطريقة تتناسب مع الزمان دون مس بالثوابت فإذا فهمنا هذه المعادلة نكون حققنا شيء كبير في هذه الحلقة وبقية المعاني بعد الفاصل أهلا بكم في جزئنا الأخير من حديثنا عن التجديد تحدثت كثيرا أريد أن تأكد أن الشباب فهموا عليه ولذلك سأسألهم سؤال بسيط جدا كاختبار سريع وأرى ماذا فهموا يا شباب متى نرفض التجديد فضل القرآن والسنة هي المتثبين للعقيدة لا يمكن تجديد فيها نعم وأيضا أنك الأخلاق الحميدة كالصدق والأمان والوفاء هذه أمور لا يمكن فإذن العقيدة غير قابلة للتجديد نعم أكيد والأخلاق الأصيلة غير قابلة للتجديد نعم حلو بارك الله فيك يا ابني بعد ممكن تقولوني زيادة إذا حبيته فضل أخ نهلان بسم الله الرحمن الرحيم أقبل التجديد فقط في أصول الدين الإسلامية لا أقبلها لا تقبلها في الأصول لا في الأصول الدقيقة يعني الإسلامية لحظة لحظة ما أنا فاهم أشقصدك في الأصول أصول الفقه مثلا الصلاة والصياء في أصول الدين أصول الدين لا تمس لكن باقي الأمور إذا كانت متناسقة مع اللغة والعقل فمقبول عندك إن شاء الله هذا تلخيص جيد لك إن شاء الله تفضل بسم الله دكتور من اللي سمعنا اليوم التجديد شيء إيجابي بس مثل ما قلت رد عيد إذا سبب ضرر أكثر من ما كان فيه الحالة القديمة يمنع التجديد نعم طيب لا شك الضرر في كل شيء يمنع بس من الذي يحدد إنه ضرر ولا لا هو الذي قاعد يطرح الرأي الجديد ما عنده مشكلة نواة هذا ما هو ضرر هذا نفع أنا أريد أن أشير إلى واحد من أكبر العلماء الذين مارسوا التجديد مع أن بعض الناس يظن أنه كان من الناس اللي رفضوا التجديد الإمام بن تيمية رحمة الله عليه كثير من الناس اليوم يهاجمونه باسم أنه يعني جامد ويعني تقليدي وكثير من الناس الأسف الذين يتبعون الإمام بن تيمية ظهروا بهذه الصورة الإمام بن تيمية سجن واحد وعشرين مرة وفي كل مرة يسجن ما لأنه سوى جريمة لأنه طرح رأي جديد فكان من أكبر المجددين يعني خذوا مثلا قضية الزواج والطلاق قبل ابن تيمية استقر الأمر عند العلماء أن اللي يقول لزوجته أنت طالق بالثلاث تطلق ثلاث مرات فجاء ابن تيمية قال لا هذه طلقة واحدة إحنا اليوم صارت عندنا طبيعيا له قال طالق بالثلاث تحسب مرة واحدة من الذي غير الأمة ورجعها إلى الأصل هو ابن تيمية فهذا مثال على التجديد الذي قام به ولذلك أنا أتمنى أن الناس تقرأ ابن تيمية صح وبالذات تلاميذ ابن تيمية أتمنى أن يكون عندهم مرونة أكثر لأنهم ظهروا بمظهر وهم ليسوا كذلك إن شاء الله لكن ظهروا بمظهر الجمود فأتمنى أن يكون قبولهم للتجديد كقبول ابن تيمية رحمه الله تعالى وقت الحلقة قارب على الانتهاء ونحن تعودنا أن نختم بحكمة من الحكم الإيمانية حكم ابن عطاء السكندري الحكم العطائية حكمتنا اليوم تقول وجدان ثمرات الطاعة عاجلا بشائر العاملين بوجود الجزاء عليها آجلا أي أنت كعامل تعبد الله عز وجل بالعبادات أو بالدعوة أو بغيرها إذا وجدت من ثمرات الطاعة في قلبك مثلا تجد زيادة إشراق أنوار الإيمان في قلبك أنوار اليقين أو شعرت بالتلذذ في أثناء المناجات يعني نحن حيانا ندعو بس ما نحس بلذة لكن إذا وجدت لذة في الدعاء إذا وجدت هذه المعاني فهي بشائر بشائر لهم بقبولها والجزاء عليها في الدار الآخرة فابحثوا عن مثل هذه المعاني بعض الشباب يدعو بعض الناس يدعو وما يستشعر أي شيء عيد الدعاء كر الدعاء ركز في الدعاء إلى أن تجد هذه اللذة فجدد دعائك وجدد عبادتك إلى أن تجد هذه العلامات فالعلامات هذه هي إشارة للقبول في الآخرة يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يفهمون الدين فهما صحيحا ويجددون هذا الدين باستمرار لنبني حضارة الإسلام من جديد كما بناها الأوائل أسأل الله سبحانه وتعالى أن نفرق بين الثوابت في الدين والمتغيرات فنتمسك بالثوابت ونتفاعل مع المتغيرات أسأل الله سبحانه وتعالى أن تنهض هذه الأمة وفق ثوابت الدين لكن بطرح جديد يتناسب مع هذا العصر وينافس أعظم الدول في العالم ونحن لها إن شاء الله أشكركم على حسن متابعتكم وألتقي معكم في حلقة قادمة من علمتني الحياة استودعكم الله السلام عليكم ورحمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة